طيب مشاهدين إنما كنت مهلا بكم إلى حديث الصحافة لصابحة اليوم لنا جولة في أبرز العنوين الصادرة في الصحف لصابحة اليوم والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلى المنصات العالمية مشاهدين نستهله بما ورد اليوم في جريدة النهار جديد وعنوين عديدة ضمن جريدة النهار جديد إذن السيروكو يضرب مناطق الساحل بـ 43 درجة في الظل إذن قضية كذلك يوجد عنوان آخر قضية سونطراك واحد أمام العدالة مجددا في الثاني ديسمبر القادم مشاهدين بالعودة إلى العنوان الرئيسي إذن حذرت مصالح الأرصاد الجوية أمس في نشرية خاصة من موجة حر حيث عرفت بعض الولايات ارتفاعا قياسي في درجة الحرارة تعدت 42 درجة تحت الظل وعلى إثر الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة عرفت ولاية بمرداس وبجايا اندلاع عدة حرائق حيث أعلنت طبعا مصالح الحماية المدنية ببمرداس تشجيل عدة حرائق على مستوى بلديتي بن عمران وتجلابين مساء أمس الثلاثاء وحسب بيان ذات المصالح فإن هذه الحرائق أصفرت عن حالات اختناق أقول عفوا تم تحويل أصحابها إلى المراكز السحية والمستشفيات كما تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم من منطقة الخطر من طرف المصالح الحماية المدنية هذا وقد تم تسخير جميع المعدات المادية أقول والبشرية من أجل هذا إخماد طبعا هذه النيران في ظرف وجيز والسيطرة عليها مجاهدنا إلى عنوان آخر في جريدة النهار الجديد وقضية سونطراك واحد أمام العدالة مجددا في الثاني ديسمبر القادم إذن برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية في مجلس قضاء الجزائر خلال الدورة الجنائية القادمة المزمع انطلاقها في العاشر أكتوبر المقبل فضيحت المجمع النفطي المعروفة بسونطراك واحد باسم المتابعة فيها وخمسة عشر متهما يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان ونجليه إلى جانب أشخاص معنويين وتأتي برمجة القضية أمام العدالة مجددا بعد عودتها من المحكمة العليا لقبول الطعن بالنقض حيث من المرتقب أن يواجه رئيس المحكمة الجنائية طبعا المتهمين بتهم ذات علاقة بالفساد تتعلق بإبرامي صفقات مخالفة للتشريع طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر مما ألحق خسائر كبيرة للخزينة العمومية من جنيدة النهار الجديد إلى جريدة الإخبارية ومع طبعا نحو مراجعة رواتب الأطباء والقانون الأساسي للصحة إذن أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد استعداده للاستماع لكل انشغالات الأطباء العامون بهدف تحسين ظروف العمل الذي يشكل حجر الزاوية في النظام الصحي من خلال إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي الذي يخدم الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال القطاع واستقبل بن بوزيد بمقر الوزارة وفد النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية برئاسة عبد الحميد صالح لعور مشيدا بالمجهودات المبدولة من طرف مهني الصحة خلال أداء مهامهم النبيلة خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية مؤكدا على أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية بناء على تعليمات أزداها رئيس الجمهورية وتناول أطرفان على وجه الخصوص المسائل وانشغلات الطبيب العام منها إعادة النظر في رواتب الطبيب العام ومراجعة القانون الأساسي للصحة موازيا مع إصلاح البطاقة الصحية الذي يتمثل في إصلاح المنظومة الصحية من جريدة الإخبارية إلى مجاء في جريدة المشوار السياسي وتعليمات جديدة للولاة وزيرة داخلية يحضرهم من إهضار المال العام إذن أزدى وزيرة داخلية والجماعات المحلية كمال بلجود تعليمات جديدة لولاة الجمهورية يأمرهم فيها بمنح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية عبر التواصل مع النواب وذلك لضمان التوصل أو الوصول لانشغالات المواطنين وذكر أقول بلجود بالتعليم التي تضمنت الحرص على إلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة بصفتهم ممثلين للشعب والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين كما ذكر الوزير كذلك بتعليماته المتعلقة بإشراك وسائل الإعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخارجات الميدانية واحترام إجراءات التباعد والاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا من المشوار السياسي ننتقل إلى صحيفة الموعد اليومي وإذن 1655 منصبا لتوظيف حاملي الدكتوراه بالجامعات وإعطاء مصداقية للمسابقات إذن جاء في المقال أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن 1655 منصب مالي جديد للتوظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير فضلا عن استحداث آليات جديدة للتوظيف حاملية شهادات طبعا في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص ووفق المعلومات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها فإن الشماع نظم بمقر وزارة التعليم والبحث العلمي بخصوص توظيف حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير بحضور ثلاثة مدراء مركزيين ومجموعة من حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير ويدخلوا في إطار توجه الوزارة الوصية لدعم تأطير البداغوجي على مستوى الجامعية إذن ننتقل من جريدة الموعد اليومي إلى جريدة أخبار اليوم وأسعار البقليات تلتهب والمواطنون مستؤون وحملات إلكترونية لمقاطعتها إذن شهدت أسعار البقليات والدون سابق اندار ارتفاعا جنونيا فبعد الخفز الذي ارتفع إلى 15 دينار وتكرار سيناريو ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ها هو الدور اليوم على البقليات التي صنعت الحدث وتحولت إلى محور ملء صفحات التواصل الاجتماعي بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته خلال هذه الأوينة الأخيرة بحيث ارتفعت إلى مستويات غير معقولة فالعدس صعد إلى 280 دينار أما الفصولياء الجف إلى 300 دينار والأرز بـ 200 دينار في حين استاء المواطنون من ارتفاع الأسعار الذي صار كابوسا يهدد المواطنين بين الفيناء والأخرى مما أضعف قدرتهم الشرائية وحطمها في ظل الأجور المتدنية مشاهدين من أبرز ما جاء في الصحف لنهار اليوم إلى أهم ما جاء في المواقع الإلكترونية نستهله بالنهار أونلاين إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تزديد اشتراكات الضماني الاجتماعي إذن أعلنت وزارة العمل أمس الأثنين في بيان لها عن دخول حيزة تنفيذ الإجراءات والتذابير الاستثنائية المتعلقة بالغاء أقول العقوبات الناجمة عن التأخر في تزديد اشتراكات الضماني الاجتماعي وذلك إلى غاية الـ 31 من جنوبي 2022 وأوضح المصدر نفسه أن قرار الإعفاء يشمل أكثر من 760 ألف مستخدما مدنيا من بينهم أزيد من 153 ألف مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وأكثر من 589 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذل ذات الهيئة أن هذه الإجراءات الاستثنائية في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز الأثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا من ما جاء في النهار أورلاين إلى ما جاء اليوم في البلاد دوتنات و 1500 مليار سنتيم خسائر تكبدتها خزينة الدولة في مشاريع وهمية إذن توصلت لليوم الثاني على التوالي بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيد محمد بالعاصمة جلسة محاكمة المتهمين في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة عميد ملزي الساحل طبعاً والوزيرين أحمد أويحيا وعبد المالك سلال استمع رئيس الجلسة للمتهمين بخصوص مشاريع هامة استنزفت خزينة الدولة وكبدتها خصائر فادحة على غرار مشروع حديقة بمعايير عالمية ديزني لاند ومشروع أول مركز بيانات للأنترنت في الجزائر داتا سنتر الجزائر بمنطقة طبعاً الأخضرية بولاية البوليدة والذي بإمكانه احتضان عمالقة الأنترنت على الفيسبوك وغرار طبعاً الفيسبوك اليوتيوب وغوجل وليتبين في الأخير أن المشروع ومجرد هو مجرد طبعاً حبر وعلى الورق وكذبة بينما كلف الخزينة العمومية خسائر قدرت بألف وخمسمائة مليار سنتيم من البلد دوتنت إلى الخبر ورفع الحظر عن صلاة الصبح جماعة إذن أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن رفع الحظر على صلاة الصبح في الولايات التي مسها توقيت الحجر الصحي الجديد لمدة أسبوعين من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً وبهذا سيكون بإمكان المصلين تأدية صلاة الصبح في المساجد من أبرز ما جاء في المواقع المحلية إلى أهم ما جاء في المنصات العالمية نستهله بعربي بوست خلافات عرق التصويت مجلس الأمن على قرار حول سحب المرتزقة من ليبيا روسيا والصين رفضت التصويت إذن أجل مجلس الأمن الدولي أمس ثلثاء التصويت على قرار مشروع قرار طبعاً بريطاني خاص ببعتة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اليوم الأربعاء جراء خلافات نشبت في اللحظات الأخيرة حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بحسب مصادر دبلوماسية وقالت مصادر دبلوماسية أن روسيا والصين تريدان إدخال تعديلات على فقرات في مشروع القرار تحدث عن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إضافة طبعاً إلى حذف فقرات خاصة بملف حقوق الإسان في ليبيا ويحث مشروع القرار الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توصل إليه في أكتوبر 2020 بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون أي تخت تأخير من عربي بوست إلى الشرق الأوسط وفريس تلوح بسحب قواتها من مالي طبعاً إذا اتفقت باماكو مع فانغر الروسية إذن قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنسى ثلاثاء إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة فانغر الروسية سيكون متنافياً مع بقاء قوة فرنسية في البلاد وأمام لجنة تأشؤون الخارجية في جمعية الوطنية الفرنسية قال لودريان إن أي تدخل للمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافياً مع عمل الشركاء الساحليين ودوليين في مالي ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر فرنسي قريب من الملف أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يدرس إمكان إبرام عقد مع مجموعة فانغر الروسية لنشر ألف مقاتل روسي في مالي من الشرق الأوسط إلى روسيا اليوم والأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام يتبعه إضراب عن الماء إذن قرر الأسرى الفلسطينيون خوض إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من يوم الجمعة وذلك بعد التجديدات الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عقب فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع وأفاد بذلك رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدر أبو بكر في تصريحات إذاعية أمس ثلثاء مشيراً إلى إن ما تمر به الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال من أسوأ الأوضاع التي مرت بها وضف أن الإضراب سيشمل ممثلي المعتقلات وقيادات التنظيمات سينظم لهذا الإضراب أو سينظم أقول لهذا الإضراب الأسرين كريم يونس ومروان البرغوثي بهذا الخبر مشاهدين نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم ضمن حديث الصحافة متابعة طيبة لبقية برامج قناة